بيتشهد تعمير وكمان تشييد بخصوص البناء كمان في شرم الشيخ احنا الحمد لله بالنسبة الى هنا في شرم الشيخ وفي جنوب سي نفسه فا عامة عندنا مشاورية كتير واو بتقنبية الموليم العرب وبساهم في النقلة الحضرية الموجودة هناهوات في شرم الشيخ وفي جنوب سي نفسه فا عامة فاحنا هناهوات مثلا عندنا في مطار شرم الشيخ في مشروعين كبار مشروع تطوير المنظومة الامنية بش 드 أماanya بشارم الشيخ ومشروع تطوير الصلاة بشارم الشيخ ماشي فيه برضو على قدم رساق وإن شاء الله جزء من المشروع هيتسلم في شهر 8 إن شاء الله والباقي إن شاء الله في خلال السنة الجديدة إن شاء الله غير كده هوت إن احنا بنساهم في تطوير شرم الشيخ بصفة عامة مثلاً إحنا دلوقتي زي ما طورنا في السوق وحوالين الجامع الصحابة بالسوق دلوقتي عملنا فيه تطوير حوالين قصر الثقافة والتطوير الحمد لله تم في مدة زمنية لإن احنا عندنا هناوات في شرم الشيخ يعني الإنجازات بطبع سريع أوي يعني أصل الثقافة ووصول قديم ده كان مدة مشروع 8 شهور تم نهو في خلال شهر وبالنسبة في الطور كمان نهارده إن شاء الله هيتم افتتاحات لطرق هناك في الطور